السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بكل متابعي قناة اجيال اندلس وطبعا قرارات وزير التربية التعليمي انبارح كانت على مزاج ناس وناس مش عجبها القرارات وناس كتير جدا شايفة اللي هي مصدومة وناس كتير شايفة اللي هي مبسوطة يعني طبعا القرار استحالة يرضي كل الاطراف فمن خلال الموضوع ده احنا دايما بنشوف اوليال امور اللي هم بالمعمع نفسها فالنهار ده لمستضيف معايا مادام شرين حمدي مؤسس جروب يعني عاوزين دراسة ممتعة وفي نفس الوقت وليت امر الطالب في تانية سنوي ايزاك يا مادام شرين اهلا مصدوم بحضرتك مستر اسامة ايزاك يا فندم شرفت القناة والله الشرف لي يا فندم تشرف لي ونوره بحضرتك طبعا الله يكريمك الوقت ايه راك في الموضوع القرارات اللي كانت مفاجأة لكم دي رغم الاقتاريبا كتير جدا ما كانش متوقعها طبعا يعني ما كناش متوقعينها خالص نهائي يعني وبصراحة فيها مميزات طبعا القرارات وعيوب اه تمام من مميزاتها طبعا ان هو الامتحان يكون ورقي تمام بسبب المشاكل اللي حصلت طبعا وان الولاد مش عارفين يخشوا وان حصلت يعني بصراحة اخطاء كتير جدا تمام بما فيهم ابني يعني كان في امتحان الترم الأول امتحن الفيزياء فوق فوقت المدير لاني ما كانش عارف يدخل على الامتحان اه جاني في النتيجة بتاعته وامتحن وكان لوحده وامتحن وقفل السيستيم ومفيش اي مشكلة وسلم الامتحان وبعد كده افوجئ بالنتيجة بتاعته ان هو لا ما امتحنش المادة اه مش عارفها ازاي يعني شايفت طرح ده كان كويس بالنسبة للموضوع ده طبعا الورقي كويس جدا جدا تمام لكن مش بالصورة دي بمعنى حضرتك ان ما ينفعش طبعا ان المواد كلها تقبة كده يعني ما ينفعش بصورة الامتحان المجمع اه ثلاث مواد في يوم واحد لا صعب جدا جدا خمسة وتلاتين سؤال حضرتك في ساعة ونص ولاحظ اللي خلبك ودبك يعتبر بمنهج مارس مع منهج ابريل اه ما هو ما انا بقول لحضرتك يعني ازاي امتحان المجمع لطلبة طبعا اولى سنة وتانية سنوي والمواد كلها فيها يعني تعريفات ومصطلحات طب ازاي حضرتك وما ينفعش طبعا ان هو خلاص مفيش اوبن بوك وهيتم اعطاء الطالب الوراء اللي فيها مفاهيم وقوانين اللي هو تساعده قال لك حكاية الاوبن بوك منازلها صفحته اللي هو عشان يبقى فيه مساواة من الطلبة اللي مفيش معها كتاب لما هو كان عرض علينا نشتري الكتب وعرض علينا نربع الكتب والحاجات دي يا فندم احنا احنا كاولياء امور يعني اغلبية الامهات طبعا كلنا كنا بنسالة بعض جبتي منين اشتريت من هنا طبعت هنا اغلبية الولاد كلهم يعني عايز اقول لحضرتك فيه اللي اشترى وفيه اللي طبعا ده حقيقي يعني طب هنعمل ايه بكتب دي ما احنا عندنا كتب كلها تخيل يا مدام شبين اطبعا اطبعا انا حتى قلت في الفيديو اللي قبلها قلت لو تخيلوا فيه عندك اربع اولاد طبعا اربع كتب كل المراحل اصبح دلوقتي عندنا الف جنيه كتب هتترمى في الشارع ايوة ايوة طبعا لا 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 مشكلة كبيرة طبعا وفي الاخر مش هيخش بالكتاب مش هيدخل بيه اللي امتحان والدنيا برضو يعني مش عارف طبعا انت شايفة اللي ده هيبقى كويس ولا فيه تغيير هيحصل لا هو انا بتمنى بصراحة نظر في الجدول تاني يعني يراعي يراعي ظروف الطالب يراعي ان ما بين الامتحان ثلاث مواد وما بين ثلاث مواد يوم واحد يعني فاهم لي حضرتك في الجدول تمام يعني عنده مثلا يعني انا ابني علمي تمام عنده اول اول يوم عربي ورياضة واحد ورياضة اتنين في يوم فاصل بعد كده انجليزي وكمية واحياء تمام حضرتك طب هو هل اليوم الفاصل ده هيقدر يذاكر الانجليزي والكمية والاحياء ما اظنش صعب جدا صعب جدا طب هل الوقت اللي هو هيذكر فيه ده 35 سؤال هيحلهم في ساعة ونصف انا عارفة ان طبعا الوقت ده جاي من اللي حصل والمهزلة اللي حصلت يعني معلش اللي هو العشوائيات اللي حصلت في النتيجة دي مهزلة كانت ان يطلعوا الولاد اسكرينات وحلوا امتحانات في 30 ثانية دي مهزلة وخلي بالك اللي الطلبة حلت زي بعض وفي الاخر برضو باخدوش النتيجة الدرجات مختلفة اه طبعا دي مهزلة تصحيح اصلا اهو ده كده فشل في التصحيح كمان كده مفيش يعني الولاد كلهم عمليين انا انا قلت من ده واذا يقول انا انا قلت من ده ده يعني دركت وكذا واذا دركت وكذا يعني فيه فرق فرق الضيئة ما بين الدرجات بصراحة مش وقعي خالص كيف اللي ده اعتراف بفشل التابلت؟ اكيد طبعا يا فندم بس انا انا مش انا مش بختلف على التاب التاب تمام مفيش مشكلة بس هي وسيلة مساعدة الكتاب والورقة والقلم مهم يعني معلش احنا تعلمنا اذا طلعوا الدكاترة وطلعوا العلماء والمهندسين ازاي كتاب؟ وشرفوا العلم كله اه لكن ما ينفعش ان انا الغي القلم يعني معلش ازاي ازاي القراية ازاي الغي كل ده؟ طب انت شايف مطالبك ايه من سيادة الوزير بنقدمها لسيادة الوزير؟ تمام يعني تمام يخلي التاب زي ايه هو كوسيلة مساعدة للتعليم تمام والكتاب اساسي الكتاب اساسي الورقة والقلم اساسي الامتحان يكون ورقي عشان اعرف حتى ما اجي اعمل ابني جات له اخطاء او نزل في درجات طب انا عايزة ارجع طب انت حلت دي ازاي اشوف ابني حل ازاي فاهمني حضرتك لكن طب انا اعرف ابني حل ازاي بنعنا ايه انا مش عارف يعني جاتني الدرجات كلها دلوقتي في التقييم بتاعه طب انا عايزة اعرف ايه اخطاء ايه ايه حصل ايه انا مش عارف حاجة والله احنا برضو هنقدم مطالب جديد بالاضافة لمطالب اولا الامور التانية كلها بحيث اللي سيادة الوزرية بقى قداموا الرؤية واضحة يقدر يشوف لنا الحل ايه وسيادة الرئيس اتخذ قرار في الموضوع ده كله ان شاء الله يا ريك نتمنى نتمنى واتمنى النظر في الجدول تاني بتمنيها بصراحة الكمل اسئلة مع الوقت صعب جدا جدا يعني لو كل سؤال يعني حضرتك ابني علمي زي ما قلت لحضرتك ازاي رياضة واحد ورياضة اثنين مع بعض في شوم واحد ازاي؟ يبقى دلوقتي احنا نحدد المطلبين دلوقتي اللي هو دلوقتي عادت سياق الجدول بالاضافة اللي يشوف موضوع التاب يبقى كوسيلة ويشوف حالهم احنا مش عايزين نلغيه خليه موجود بس وسيلة متعدة انه هو طبعا اتكلفت الدولة يعني كان مهائل من المصاريف بسبب بنك المعرفة يبقى وسيلة وسيلة الولاد تتعلم منه ما يتلغيش بس الاساس الكتاب والله احنا نقدم مطالبك وهنشوف ان شاء الله نتابع مع بعض وهنتابع برضه في البس المباشر بالتنامجنا يحدث في التعليم ونشوف رأيي الناس كلها ايه ونوصل لحال ان شاء الله قريب جدا متشكرة لحضراتك جدا 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 نسيتك كله بنشكر مدام شرين حمد يا جماعة وليت امر الطالب في تانية سنة ومؤسس جروبا عاوزين يقولوا انت اسم الجروب بتاعك ولانت اسم جروبك وطوين شوية عاوزين دراسة ممتعة مش حشو مخ وكالكع مش عايزين حشو حشو عايزين يعني تبقى الدراسة سهلة وبسيطة وميباش عقد ولك لكيع ومنهج لذيذ كده ندرسه يعني مش عايزين كالكع نتمنى يا مدام شرين وان شاء الله طالبنا لسادة الوزير ونشوف حال الولادنا ان شاء الله بنشكرك للمرة تانية أنا اللي بشكر حضرتك أستاذ أسامة الله يكرمك يا سادة الوزير يريد تسمع شكوانة وتسمع أراء أولا الأمور وأراء الطلبة كلها عشان نقدر نوصل لأولادنا لبر الأمان ويا رب يسمع صوتنا ودايما الله محفظ مصر المصريين ودايما أولادنا من تقدم لتقدم إن شاء الله ومش عايزين تخلف عايزين مش حشو كالكع عايزين متعة للتعليم إن شاء الله شكرا لك يا برام شرين شكرا يا فاندون شكرا مع السلام مع السلام اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك